تعد التجارة من أقدم المهن بالعالم وأكثرها ربحا وخطورة بنفس الوقت لكن كيف انتشر الإسلام بأوروبا وأسيا بسبب التجارة الإسلامية وكيف كان يتاجر المسلمون وما هي أداب التجارة في الإسلام ولماذا تم تحريم الربا في التجارة دعونا نتعرف على كل هذه الأسئلة تم تحديد الأخلاق التجارية للمسلمين بالقرآن الكريم حيث قال الله تعالى في سورة البقرة وأحل الله البيع وحرم الربا كما أنه ذكر في كتب التاريخ أن التجارة النزيهة كانت سببا في تكوين سورة إيجابية للمسلمين حول العالم بسبب التجار المسلمين أسلمت العديد من الشعوب بأفريقيا وأسيا الشرقية وأوروبا كدولة مالطا وألبانيا وكوسوفو بسبب أداب التجارة انتشر الإسلام كذلك بدول جنوب شرق أسيا مثل أندنوسيا وماليزيا إلى حدود الهند والبنجلاديش وباكستان كما ذكر أيضا في كتب التاريخ أن التجار المسلمون ببلاد الشام ومصر كان لهم الفضل في انتشار الإسلام بأعماق أفريقيا بداية بشمال أفريقيا التي كان سكانها من الأمازيغ لا يعرفون عن الإسلام شيء وصولا إلى أعماق أفريقيا كدولة الصومال ومالي وسينغال وجيبوتي كانت هذه الشعوب تشعر بأخلاق التجار المسلمون حيث أنهم لم يروا منهم غشا أو أكل أموالهم بالباطل وهذا ما قاله الله عز وجل في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فالتجارة شأنها عظيم وقد ندب إليها الإسلام وعظم شأنها وأثنى على أهلها المتقين الذين استقاموا وحافظوا على ما أوجب الله وابتعدوا عما حرم الله وهي من أهم أعمال المسلمين ومن أهم طرق الكسب وهي عمل المهاجرين فلما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اشتغلوا بالتجارة وكان الأنصار يشتغلون بالزراعة وقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجار معروفون مثل عبد الرحمن أبن عوف أما شروط التجارة في الإسلام والتي كانت السبب الرئيسي في إسلام شعوب العالم هي الصدق والإخلاص الاتجار بما هو مباح وحلال فقط عدم احتكار السوق الشفافية والأمانة وهذا يعني الإفصاح عن أي نقص أو عيب بالسلعة ثم بيعها بالثمن التي تستحقه ومن أهم أركان أداب التجارة في الإسلام هو العدل في المكاييل والعدل بالميزان قال الله تعالى في سورة الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان حيث أن كلمة الميزان تكررت ثلاث مرات وهذا يدل على أهمية العدل وعدم الغش في الأوزان أما سبب تحريم التجارة بالربا هو أن الربا تدمر الاقتصاد وتزيد من الوضع سوءا على المدى البعيد هل تعلم أن خبراء الاقتصاد الغير مسلمون يرجحون أن السبب الأول في تدهور اقتصاد بعض الدول وارتفاع نسبة التضخم لديهم هو الديون الرباوية التي لا يستطعون سدادها كما أن الربا تعمل لصالح الأغنياء حيث يقرضون المال للبنوك وهذا المال يأخذه الفقراء والمحتاجين ثم يسددون الديون بفوائد أضعاف مضاعفة أحيانا قد نرى أن القرآن الكريم يضيق علينا في بعض الحالات مثل عدم العمل بالربا ودفع الصدقات والزكاة ولكن هذا فقط لأن تفكيرنا محدود وحكمة الله كبيرة واسعة كل ما قد تراه ضيقا عليك يجب أن تعلم أن فوائده أكبر بكثير فلا يوجد شيء تم تجريمه وتحريمه بديننا الحنيف إلا وله عواقب وخيمة سواء على المدى القريب أو البعيد إذا وصلت إلى هنا هذا يعني أنك أحببت الموضوع لا تنسى أن تدعمنا بإعجاب ومتابعة الحساب إذا لم تكن مشترك بعد ونلقاكم بموضوع جديد